عايز اقول لجمالي الزمالك خبر ممكن يفرحهم بالمرة بقى بما انهم النهاردة فرحانين بالفوز على بيرامدز والابتعاد بكمة الدوري اشرف بن شرقي كلام في الفترة اللي فاتت ان خلاص اشرف بن شرقي في مفاوضات مع الاهلي خلاص هيمدي لنادي تحاد جدة لا خلاص هيروح لنادي قطري طيب اسمعوا بقى الخبر ده عشان اول مرة هتسمعوه نادي الزمالك فاتح خطوط اتصال مع اشرف بن شرقي واشرف بن شرقي خلال اسبوع قد يتواجد مرة اخرى في نادي الزمالك ازاي يا جدع؟ قول كلام غير ده كلام ده حلو خلاص ولا ايه؟ لا هقول لك الخلاصة في الموضوع ده اشرف بن شرقي بلغ الزمالك انه قدامه اسبوع لو ما حسمش العرض القطري اللي جايله او عرض الجزيرة الاماراتي او لو المقابل المادي ما كانش اكبر بكتير من المقابل المادي اللي عرضوا نادي الزمالك هيرجع نادي الزمالك وطالما من نادي الزمالك مهلى اسبوع بعد الاسبوع ده لو لم يوقع للنادي القطري او لنادي الجزيرة الاماراتي هيعود اشرف بن شرقي لعبا لنادي الزمالك وممكن يكمل اشرف بن شرقي الموسم مع نادي الزمالك ممكن أشرف بن شرقي يكمل هذا الموسم مع نادي الزمالك هو ما زاله مقيد مع نادي الزمالك وبطاقته لسه بطاقته دولة لسه موجودة في مصر لسه ما انتقلش لأي نادي وبالتالي أشرف بن شرقي لو رجع بعد أسبوع يكمل الموسم ده ويجدد تعاقده مع نادي الزمالك ده يتوقف على إيه؟ أنه العرض اللي جايله من نادي القطري أو نادي الجزاء الإماراتي ما كانش مردي ليه وحتى هذه اللحظة العرضين مش مرديين ليه استمر هو في مرحلة المفاوضات هو وكيله على العرضين لو خد الرقم اللي هو عايزه هيروح لنادي من الاتنين ما خدش الرقم اللي عايزه أو الرقم اللي جاله قريب مش شرط يكون زي رقم الزمالك بس قريب من رقم اللي عيد دوله لنادي الزمالك فهو يفضل العودة لنادي الزمالك بجملة الانبساط عند جمالي الزمالك النهاردة بكملة الانبساط